عصفة مينة جدل تثار بين بغداد وأربيل بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم القرار يلزم أربيل بتسليم النفط إلى بغداد وعدم جواز تصديره بصورة مستقلة مستجدات قد تعقد المشهد بين المركز والإقليم حيال ملف النفط والغاز لم يتم حسم هذا الملف وكان يحسم عن طريق التوافقات السياسية آن الأوان لفتح هذا الملف وأن تكون هناك حلول جدرية لكن حقيقة لا توجد حلول جدرية وحلول حاسمة وحازمة ما لم يكن هناك إرادة سياسية من الطرفين من المركز والإقليم لحل حلة هذه الأزمة إلغاء تطوير حكومة الإقليم وارد النفط والغاز على نحو مستقل لا يمكن أن يكون قابلا للتنفيذ على أرض الواقع من منظار أربيل تقاطع يحتاج بحسب بعض القراءات إلى تفاهمات للوصول إلى معالجات جذرية لسيما وأن القرار جاء لإعادة ترسيم العلاقة بين بغداد وأربيل في هذا الملف في هذا القرار ملزمة الحكومة الاتحادية وملزمة حكومة إقليم كردستان بالتعاون وتمكين الحكومة الاتحادية من قبل كردستان وعلى وقع التطورات دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة إطلاق حوار جاد بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بهذا الصدد ودعوة مجلس النواف في ذات الوقت إلى العمل لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية لإقراره من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر